اليوم هنعمل لقمة الباشا بأكثر من طريقة للكيتو دايت وللنباتيين ولمرضى السكر ولجميع الأنظمة بمكونات مختلفة مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم هنعمل وصفة كثير سهلة وبسيطة يضع الوصفة كريمة جوز الهند في منها حليب وكريمة الكريمة لزب الطعم حسب الزوق كريمة جوز الهند مناسبة لنباتيين وللكيتو دايت ولمرضى السكر حليب البقر كامل الدسم 4% متل من تشايفين لكن لكن هو غير مناسب للكيتو دايت ولا للنباتيين كريمة الخفق هي مناسبة لحمية الكيتو دايت وليس للنباتيين واحد لتر كريمة الخفق ثلاث معالق كبيرة ستيفيا التحلية الكمية والنوع اختياري حسب نظام كوم الغزائي ثلاث معالق كبيرة ماء ورد هذا هو الجيلاتين البقري هذا تركيا هذا حلال متوفر عند العطارين مثل ما تشايفين أربع معالق جيلاتين كبيرة خمسين جرام بطلعوا تقريبا نضع واحد كوب ماء ساخن وتقليب جيد وضع الماء والجيلاتين على الكريمة وتقليب جيد هيك أصبحات جاهزة الوصفة نضع مبشور جوز الهند ومنسكوب الخليط ممكن استخدام أي وعاء أو أي قالب متاع عنكم حسب زوجكم نضعها بالتلاجة أربع ساعات قبل التقديم والتخزين دائما يكون بالتلاجة أيضا نسكوب أي وعاء متاع عنه وهذا الوعاء موجود في مبشور جوز الهند بالأسفل ومنسكوب فوق منه هيك أصبحت جاهزة على التلاجة النباتي الطريقة النباتية الماء كمية غير محدودة ماء ساخن نضع بالخلاط ونضع جوز الهند جوز الهند الكمية غير محدودة المهم الخلاط يقدر يقاوم تقريبا لمدة خمس دقائق بنشغل الخلاط حتى يطلع الزيت والحليب منه بنصفيها بقطعة قماش تكون نظيفة اعادة استخدام مبشور جوز الهند للتزيين ممكن ممكن نستخدمه تاني للخبز ممكن أيضا واحد لتر حليب جوز الهند خمسة كوب تقريبا واحد كوب نشاء الزرة مئة وعشرين جرام بنقلب جيد واحد كوب سكر عادي او اربع معالق كبيرة بديل السكر ستيفيا ولكن انا وضعت ستيفيا وضعنا وضعت ستيفيا التحلية الكمية والنوع هو اختياري حسب زوجكم حسب نظامكم حسب شو انتم متعودين الحرارة دائما تكون متوسطة يمكن استخدام كريمة جوز الهند المعلب اذا كانت متاحة بنزود لزم الأمر بنزيد عليها ماء ماء ورد اربع معالق كبيرة نضع مبشور جوز الهند في الوعاء وبنقلب دائما انا بقول بديل السكر هو اختياري لانه حتى الستيفيا في منه انواع في منه انواع لانه عشبة الستيفيا هي فيها مرار متل هيك لازم تكون عندما تصبح سميكة تكون جاهزة لكن في بعض شركات بتعالج الموضوع هذا وبترفع المرار منه حسب نتوفر عنكم عشان هيك بقول حسب زوجكم حسب نظامكم الغذائي وبنسكبها بنوضع مبشور جوز الهند وبتركها تبرد بعد ما تبرد بنضعها بالتلاجة اقل شيء اربع ساعات قبل التقديم هيك اصبحت جاهزة بعد اربع ساعات هذه البلجلاتين بنقطعها وبنقدمها دائما تخزين بالتلاجة يكون ممكن نقدمها بالشكل اللي انتو بتحبوها انا حافر جيكو اكتر من شكل بالتقديم ممكن نزينها بالمكسرات حسب زوجكم نوع المكسرات وهذه بالنشر هذه للنباتيين هذه للنباتيين وللناس العادية تنتين اربع من بعض حسب نظامكم الغذائي وهذه بالقالب للصغير مجرد افكار وانتم اعملوا المناسب للكم وهذه اللي سكبناها بالصحن ممكن لو وضعناها احنا على ورق زبدة بكون افضل ممكن نوضع الحشوة متل ما بدنا انا حابد فقط افرجيكو خيارات ممكن نلفها رول ممكن نحشيها شو ما بدنا نحشيها ونقطعها الى قطع متل هيك متل ما انت شايفين التزين متل ما حكينا هو اختيار التزين ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة وكل الوصفات هل بتناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص ممكن نوضع عسل انا اليوم عندي اليوم مفتوح انا سأوضع العسل اليوم بدي ادلع نفسي شوية اليوم خلينا نتزوقها الله الله صراحة اكتر من روعة اتمنى تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائب من شان يوصلكم كل جديد في امان الله